لأن تظن أن تظن أن يكون لدينا فائدة من الله وليس لا يتعرف أن هذه فائدة هي من الله سبحانه وتعالى وليس لا يتعرف على الله تبارك وتعالى لكنه تعترف على سبب الذي الله فعله سبب لأنه تعترف على سبب لذلك الآن ليس فقط هناك أيضاً يتعرف على سبب وأنه يحضر شكر إلى سبب ويصبح أبوديه في سببه في سببه الله يكون أيضاً يتعرف على سبب لذلك تظهر إلى هذه المهمة تعترف ومعرفة تعترف على سبب الله سبحانه وتعالى الذي يتعرف على سبب كذلك تعترف أننا تعترفها